البنات كتعانوا لي من الجفاف من التقسف من الفراغات من الشيب اليوم جبت لكم الحل وصفة من أروع الوصفات اللي جربت وجربت الأم ديالي اللي فيها كمية شي بشكل كتير وكانت النتيجة صادمة منذ أول استخدام النتائج أمام الأعين ديالكم لمنحت علاج الشيب ولمنحت ما شاء الله ترطيب ديال الزغبة لأن هذا الوصفة راكت ترطب لكم الشعير ديالكم بفضل المكونات اللي موجودة غير في المطبخ ديالك اللي غتساعدك حتى علاج تساقط ما غديش تخلي لك شعير ديالك بضيطيح كذلك الفراغات أو للصلاع وكذلك جميع المشاكل الموجودة في الشعر فغير جربوها على ضمانتي والله القاسم اللي غترحموني عليها نتمنى تحيدوا العقز يعني بزفت المعقزات يقولوا ليه بغينا نجربوها ولكن ما عندناش الوقت ولكن البنات سأرى إلا ما تحمستيش لشي حاجة ما عمارك يديريها وهذا الوصفة في ساعة مقانية غادي تخرج لك شعير ديالك الطب وكذلك بدون يعني بدون شيب وبدون مشاكل مثل التساقط ومثل الفراغات غير جربوها على ضمانتي ورديع لي في التعليقات وما تسقلوه تشي خطوة وما تنسونش من اللايكات لأنه فعلاً هاد الوصفة تستحق أنها تبغتاجة وتوصل عند بزفت ناس وحد آخرين ويلا ومعيا باش نتعرفوه على مكونات الوصفة وطريقة تستحضيروا الاستخدام والاستعمال كذلك على بركة الله وبالنسبة للمقادر ديال الوصفة كيف العادة وكيف مملفكم ولله الحمد دائماً الوصفات الاقتصادية السهلة البسيطة ورخيصة كذلك نتمنى أنه المكونات ديال هاد لاغوست هدي نالوا الاستحسان ديالكم ونالوا ردة ديالكم وما تنسونش كذلك من اللايك ففجروا له فيديو باللايكات كذلك اشتركوا في القناة يعني إذناتي بازالي مبشتركينش نوكا تسنو اشتركوا في القناة وفعلوا زال الجرس وكيما كنقول لكم دائماً كنحاول نجيب مكونات لهم سهلين مكونات لكي عاجوا الشيب وفي نفس الوقت كيرطبو الزغبة لأنه لعالجنا الشيب لما رطبو الزغبة راها ما كنكون صار حذر نتاشي حاجة لأنه بقى الشعر مكردد الشعر حذر الشعر ناشف يعني ما غدي تغير تاشي حاجة وكيما كنتلاحظوا في بداية الفيديو را خليت لكم مقاطع مصغرة على جنب باش شوفوا ما شاء الله اللهم بارك يعني الشعر رطب الشعر المسبسب الشعر اللي كتعشقوا اي وحده وكتحلم بها اي بنت مهما كان العمر ديلها كان حلمه ذاك السالف الطويل السالف الرطب السالف الملس السالف اللي كيكون كما تنقولوا رطب لا سوشوار ماشي حتى ندير له السوشوار عدي رطب لا خصو يكون هكذاك طبيعيا اما السوشوار اللي بقينا كل مرة وساع نديره الشعير را كان هلكو وكان ادو به التهلوكة وكان وصل الوحد درجة اللي ما يمكنش الدولي نشعر ديانك واللي حرش ما يبقاش قاع يرجع كيف من الول ذاك شي علاش البنات دائما استخدموا الوصفة الطبيعية را ما كانش حسن منهم فين ما مشي تيما تلقيش حسن من خير بلادنا وخير الطبيعة ديانه ما شاء الله يعني كله طاقة زوينة وكله اشياء ايجابية ومن بينهم هاد لاغوستي هدي اللي يالله جربتها الام ديالي مؤخران وناد الاستحسان ديالها لانو تقريبا نجربوه بزفت الوصفة الطبيعية في اليوم باش هكذا ونشوفوا الفوائد ديال الوصفات معينة الى كانت فيهم اكيد نتجرة نجوم تختجوها معاكم ويكون الجديد حصري على القناة ديالي وديلكم اللي هي قناة إلام شنال المهم على بركتي لا ما غنطول شيلا معين تعرفوا على المقادر والمكونات ديال الوصفة مهم اول حاجة لبنات غنحتاج الحامض عندي هنا لبنات حامضة غنحتاج كمية من الحامض اللي كيكون مأسور كذلك البنات ستحتاج معايا كمية من القرنفل بالنسبة للقرنفل كتشدي هوا أو المسمار كتشدي كمية منه كتشدي خص يكون يكون ناعم يعني تكون بودرة ديال ناعمة هدا هو شكيل ديال المسمار أو للقرنفل زوين صراحة فوئي دهور معروف هم تعدد دو كتير فغنحتاج كمية من القرنفل ولمسمار كمية من الحامض وغتحتاج كمية من السالمية المطحونة يعني كتاخذ كمية السالمية أو المرمية وكتشدي وكتطحنها مزيان مزيان تصبح هكذا صبح باودر يعني ركما تطحنها ونعود وبعد المرة تغرب لها بشكل تكون ليا بحل دقيق ما تكون حجرة كذلك تحتاج معايا كمية من الطين الأخضر الذي يباع عند العطار وعند العشاب وغتحتاج معايا كذلك إلى كمية من الماء الدافئ يعني كتاخذ كمية الماء الدافئ كتخلي يسخن شوي وكتتخذ ميف لغ السيد وغتحتاج معايا كمية الكاكاو المر هنا لبنات عندي كمية من الكاكاو المر هذا ديال العبار هذا ماشي ديال لساشي ركين ديال لساشي زوين صراحة ولكن اي حاجة استخدمتها في نوعية الكاكاو ارى كل شي مزيان غير هو خص يكون مر من الاحسن لان ناخد مر ولكن في اليساشي لا يتباع مر يتباع حلو صراحة لم نستخدم بجوجه مزوينين مهم اي ماركة توفرت عندكم استخدمها سواء الكاكاو المر أو الحلو كذلك البنات ستحتاج معايا العسل ديال السكر لان انا عارفة بزف لبنات شعير ديالهم يعني كما سنقول ناشف مار طبش كيبغي ويعملو كيراتين ولكن كيراتين كيكون غالي في السلونات افا اغتغد 20 الفريال اولد الف درهم وانتي طالعة تبارك الله ولكن شعر ديالك طويل بزف رخص 2000 ول 3000 درهم اكيد هاد المبالغ هادو هما مبالغ كثيرة بزاف ما يقدش عليهم الواحد كيبغي شي حاجة لها في المتناول وانا دائما لابنات كن اخد بعيد الاعتبار انني نعمل وصفات في اعاج الشيب وفي نفس الوقت يكون كيراتين طبيعي ولكن دائما تكون تكلو فدي الوصفة هي رخيصة بسيطة المهم كما قلنا البنات القرنفل الحامض الماء الدافي مشي البارد العسل الكاكاو وتحتاج معايا المارمية والطيل الخضر يعني هادو هما المقادير كاملين الحمد لله هرها مكونات زوينين وخاعد نسب عدي المكونات في التوطال او لا في المجموع ولكن كذب قلوص فاقتصاد يمجميع النواحي وكذلك لا تنجح بنسبة 100% لا تنجح لن تنجح لن تزيد عرقها ونعرف الصفة ولكن غصيت تعرق المهم نضيف على بركتي الله لطريقة السحضير في واحد الإناء اضيف كمية القرنفل تقريبا جوج معالق كمية السالمية كذلك معلقة ديال الطين الخضر الذي يباع عند العطار وعند العشاب وغادي تستخدم كمية من الكاكاو المر تتروني تتروني من الكاكاو تتروني من الكاكاو الموسيقى نضيف عصير الحامض اللي كنكون عاصرة قبل نضيف عصير الحامض نضيف عصير الحامض نضيف العصير نضيف العصير سوف نزيف العصير المسكين البنط نضيف العصير كمية العسل كمية العسل كمية العسل احضر من بيض نحن نضيف البيض نحن نعوضه بالحسن هذا هو الشكل نهائي الوصفة وكل العناصر تخلطه جيدا تفعل فيها جميع المكونات وحتى القوام جيدا قوم شهر حبيبات بلسر طبق حمق لن نحن نعشق نحماق نحن نفسها وصفة لأن نسمة الكاكاو تكون جهده قوية وضعها على الشعير فترتاح تبقي شعير كامل ثم تبقي شعير كامل ثم تبقي شعير كامل ثم تأخذ سلوفان ثم تشد السلوفان و تلفوها على شعير إذا لا لديك سلوفان شدي ميكا اخذ سلوبان ثم تبقي شعير من الشعير ثم تبقي شعير فعلا رطبت لي الشعر ولكن ما تعرفش البلسم ولا الوصفة انا ردي مسلا قولي لكم اي وصفة كترتب الشعر وكتعالج شيء وكتعالج التقصف ما تدريش لها نهائيا البلسم حتى تغسلي الشعر ديالك وتشوفي وش فيعل ان كانت فعالة ولا لا عاد حكمي عليها عاد من بعد ممكن تبقى يدري البلسم يعني بعد ما مثلا تعرفها فاشلة اكيد رغت دري البلسم ولكن لا عرفت يا زوين عليك حسن لك من البلسم ومن المكونات اللي فيه تضرع على الشعر فمن الاحسن الدراهية عوض البلسم لانو من انا كنفضل الوصفات الطبيعية اللي كي يكونوا كيرتب الشعر على البلسم لانو البلسم وخا كيرتب الشعر رعندو اضرار لابد ما كينش حسن مشي حاجة ناتو طبيعيا مئة بمئة واكيد خير بلادنا هو الطب وهو رقم واحد الحمدول الله فالمهم هذه هي لغوصة ديال يومان سبنا نكم تبقوها وتقولوا لي في تعليقات كيف اجزكم بعد ما جربتوها وش فيعلانات الاستحسان ديالكم وش فيعلانات الاعجاب ديالكم وما تنسوناش من اللي لايك اللي لايك اللي لايك اللي لايك اترون منهم اشتركوا في القناة فعلوا زي الجرس خليوا لنا التعليقات الاقتراحات شنو باغين تشوفو في الفيديوهات المقبلة ولا الفيديوهات الماشر شنو المواضيع اللي باغيني نتكلم عليها اكيد ايسو جو اي موضوع بغيتوني ننظر علي انا موجودة وحاضرة بقوبة ان شاء الله معاكم نديكم بهي حاجة حبيتون مزيد من الوصفة الطبيعية لا بنسبة الترطيب الشعر ولا بنسبة العلاج الشيب كاينين وجاين في القناة موجودين موجودين الهميزات ديال كم سنقولو ديال الرخا والرباخة يعني مكونات اقتصاديين امنين وفعالين لانو الوصفة الشيب ما كنتجربهم شغل انا بو حديتي لانو انا ما فيش الشيب كنتجربهم الام ديالي الجدة ديالي الصديقات ديالي اللي فيهم الشيب بشكل كبير باش نشوفو وش فعلا كينا ميصدقيا ولا لا كدر ما غنجوش نبغتاجي ومعاكم حاجة عشوائية وتحية لكم خاصة وشكرا لكم على المساندة ديالكم على الدعم والتجاع ديالكم على الدعوة ديالكم اللي كتخلو لي وصيف تعاليق مهما تساوش تجربوا الوصفة وتردوا عليا وانطلق معاكم في فيديوهات مقبلة الى اللقاء